بيان عاجل جدا من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا اليوم ومصر تكشف قيام ايتيوبيا بعمل كاريسية الآن يهدد مصر وعاجل جدا قيام مصر بإعلان تأجيل الحوار الفلسطيني إلى أجل غير مسمى بسبب انشغالات داخلية ننشر لحضركم التفاصيل والتودد القطري لمصر وصل إلى هذا الحد في شيء مبالغا فيه ننشر لحضركم التفاصيل وتفاصيل عاجلة عن بناء أكبر حديقة بالشرق الأوسط في قلب مصر وعاجل تفاصيل المحكمة السعودية تبرق خمسة مصريين من تهم كيدية صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل خمس تلاف لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليق بكلمة تحيا مصر وانتو أدها وطنيين نبدأ بيه تفاصيل أول خبر معانا وبيان عاجل جدا من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا اليوم الجريدة الرسمية في مصر نشرت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في أبرزها نقل قاضي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بناء على حكم تأديبي الرئيس السيسي أصدر قرارا بنقل القاضي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها وذلك بناء على حكم تأديبي كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي المينيا وبني سويف لصالح قوات المسلحة لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع المصدر معانا كان من صحيفة مصروي أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ويلا نخش على الخبر التالي ننتقل لخبر آخر معانا ومصر تكشف قيام إثيوبيا بعمل كارسي الآن يهدد مصر قال علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجمعة القاهرة أن مصر تفاوضت مع الجانب الإثيوبي طيلة العشر سنوات الماضية بنية طيبة ولكن لم يتحقق أي شيء واعتبر أن الجانب الإثيوبي يسعى لتحقيق أهدافه بغض النظر عن حقوق الآخرين وتوافق ما يريده مع قواعد القوانين الدولية مشيلا إلى أنه لم يصدر عن إثيوبيا ما يؤكد التزام بحل أزمة سد النهضة ذكر أن إثيوبيا تردد نفس الكلام حول رغبتها في تحقيق التنمية خلال المفاوضات طيلة العشر سنوات الماضية متمسكة باتخاذ قرارات أحادية دون مراعاة لحقوق مصر والسودان مضيفا أنها تتبع استراتيجية كسب الوقت أكد أن مصر ليست دولة عدوانية وإنما تدافع عن حقوقها التي ينتهكها سد النهضة مشيلا إلى التعنت الإثيوبي في قبول المقترح السوداني بمشاركة الرباعية الدولية في المفاوضات المصدر معنا كان من RT أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ألهام والعاجل نتقل لخبر آخر معنا وعاجل جدا قيام مصر بإعلان تأجيل الحوار الفلسطيني إلى أجل غير مسمى بسبب انشغالات داخلية ننشر لحضركم التفاصيل وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية تأجيل موعد الحوارات المقررة في مصر بسبب انشغالات لديها ولم تحدد موعدا بديلا من جهته أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي تأجيل لقاءات الفصائل الفلسطينية في مصر البرغوثي أوضح في تصريح خاص لوكالة سوى الإخبارية أن الجانب المصري أبلغهم بتأجيل موعد اللقاءات القاهرة دولة تحديد موعد جديد لها البرغوثي أضاف أن الجانب المصري لم يكشف عن أسباب التأجيل كانت مصر قد وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار الفلسطيني بقاهرة الذي كان من المقرر أن يُعقد يوم السبت موديل المكتب الإعلامي قال للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم في بيان منذ أيام تلقينا دعوة مصرية رسمية قبل قليل للمشاركة في الحوار الفلسطيني بقاهرة الذي سينطلق يوم السبت المقبل 12 يونيو 2021 وأضاف البريم أن لجان المقاومة ستشارك بوفد رسمي رأسه قائد الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية المصدر معنا كان من وسائل إعلام الفلسطينية أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر من أهم الأمور أو المشاكل الداخلية التي تواجه مصر الآن هو موضوع سد النهضة فمن وجهة نظر البسيطة تم تأجيل هذا الأمر بسبب انشغال مصر بقضية سد النهضة أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتهي لخبر آخر معنا التودد القطري لمصر وصل إلى هذا الحد في شيء مبالغ فيه سفير قطر في موسكو أكد إن العلاقات بين قطر ومصر رغم الخلافات البسيطة أكد على أهمية العلاقات بين مصر وقطر رغم الخلافات البسيطة أعرب عن أمله بزيارة الرئيس السيسي الدوحة قريبا استفير القطر قال في حديث خاص لوكالة سبوتنياك كان قطر تم ذلك علاقات مميزة مع مصر مصر دولة كبيرة ودولة شقيقة ولها وجودها وهي مهمة جدا لدولة قطر والعالم العربي وأضاف رغم الخلافات البسيطة التي حدثت فالعلاقات بيننا وبين مصر حافظت على أهميتها الكبيرة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر مهمة جدا ونتمنى أن تكون في الأيام القادمة قريبة إن شاء الله ونرحب بزيارة فخامته إلى قطر أشار إلى أن قطر تهمها العلاقات القومية مع الدول العربية وهي عضو في جامعة الدول العربية ومهما كان بعض الخلافة السياسي في هذا لا يمنع من تجاوزه وتحقيق التقارب السياسي كذلك وتابع وآل مصر دولة رائدة ودولة عربية كبيرة ولها علاقات قوية سابقة مع قطر ولكن الخلافات السياسية كانت فقط في وجهة النظر ولكن الحمد لله رب العالمين عادت العلاقات كما كانت سابقا المصدر معنا كان من سبوتنيا كأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر يعني المفروض إن الصغير هو اللي يروح الكبير مفروض أمين قطر يزور مصر ويتودد للرئيس السيسي هذا يعني الطبيعي مفروض يحصل السيسي مش المفروض هو اللي يروح لقطر لأن قطر يعني مهما كان دولة صغيرة بالنسبة لحجم مصر وثقة المصر أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر آخر معنا وتفاصيل عاجلة عن بناء أكبر حديقة بالشرق الأوسط في قلب مصر الحكومة المصرية كشفت عن تفاصيل بناء مشروع حديقة تلالي الفسطات الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط التي ستقام على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب مصر التاريخية الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة المشروع الذي سيقام على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب مصر التاريخية لتحتضم متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمر بن العاص ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب قاهرة الحديقة ستتضمن عدد من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة ومنطقة حضائق تراثية كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلع صلاح الدين ومأذن أقاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفستات مع ضغط المخطط الزمني التنفيذي وذلك بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى ولتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا يعكس عراقة الحضارة المصرية مع الاستمرار في هذا الإطار في تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع الحديقة المصدر معنا كان من صحيفة مصراوي وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر آخر معنا وعاجل تفاصيل المحكمة السعودية تبرئ خمسة مصريين من تهم كيدية وزير القوى العاملة المصرية أعلن إن محكمة الاستئناف بالرياض في السعودية حكمت بالبراءة على خمس مصريين في قضايا اختلاس ثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم ذكر تقرير لوزارة قوى العاملة المصرية إلى أنه يجرى إلغاء قرار منع الصفر وبلاغ الهروب واستكمال إجراءات العودة لمصر لخمسة من أبناء قرية شاوة تابعة لمركز المنصورة القهلية وذلك بعد تأييد الحكم لصالحهم بالبراءة من محكمة الاستئناف بالرياض رئيس مكتب التمثيل العمال المصري قال إنه يجرى حاليا التنصيق لرفع قضية تعويضهم حيث أنهم قضوا ما يقارب الأربع سنوات ملاحقين في قضايا اختلاس ولكن ظهرت براءتهم وثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم حيث قضت محكمة استئناف الرياض مؤخرا بتأييد الحكم ببراءتهم من كل التهم المنسوبة لهم وقال إن القضية بدأت بعد أن وجه لهم صاحب العمل تهمة الاختلاس دون أي دليل مادي يدينهم على خلفية تقديمهم شكوى ضده لمكتب العمل بالرياض نظرا لمرور أربعة أشهر متواصلة دون صرف رواتبهم المصدر معنا كان من RT وأترك لحضركم التعليق على هذا القبر الهام جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة كان معكم العبد الله الفئي الإسلام الأبيل إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب من قناتكم وصفحيتكم على الفيسبوك وليوتيوب نفس الاسم مصر بيديا آي إي بي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر